التاريخ بيوجع الناس اللي مش قادرة تغير الحاضر بسببه جملة معبرة جدا عن وضعنا الحالي وماضينا القريب ازاي ان اي حدث تاريخي بيقدر يسيطر على حياتنا الحالية بشكل مكتفنا ازاي اي معاهدة او اتفاقية مضت بين اتنين ممكن ترسم ملامح مستقبل شعوب بالكامل وتحكم عليهم بالخضوع والعجز ولو اسقطنا الكلام ده على الفترة اللي بندرسها من التاريخ وحنا بنتكلم عن تاريخ سوريا هنلاقي ان الشعب السوري ما كانش قدامه فرصة حقيقية ولو لمرة في الفترة التاريخية دي انه يحدد مصيره الشعب اللي كان بيحلم براية موحدة وقومية عيد امجاده ودولة قوية يلاقي فيها تاريخه والمجد اللي استهله بيلاقي في المقابل عرب متأمرين وغزاء محتلين وطواقف متأسمين ويمكن من وقتها لغاية يومنا النهاردة من الدروس المستفدة من دراسة التاريخ بموضوعية بعيد عن التعصب او الانتماء ان التاريخ بيكشف لك النواية بتاعة اطراف كل صراع بشكل واضح جدا يعني مثلا لما بتشوف الصورة الكاملة في تعامل بريطانيا مع العرب اللي قسمتهم واستغلتهم سياسيا وعسكريا ووعدتهم بوعود واحلام في سبيل الحرية والاستقلال وتيجي في الآخر تكتشف ان بريطانيا اصلا كانت مقسمة المنطقة كلها بينها وبين فرنسا قبل الوعود دي بسنين وبشكل سري وكانت بتلعب بالعرب وتهودهم ولكنهم اطفال والسؤال الممكن يخلي دماغك تطق من الغيز بقى مارة ايه العرب كانوا وسقين في انجلترا بالشكل ده ايه اللي وصل واحد زي الشريف حسين انه يعادي الحكم العثماني ويقامن للانجليز بقى اكبر دولة محتلة في العالم واللي بدعت يعني ايه احتلال ويعني ايه استيطان هتقف جنبك عشان خاطر الحرية الحرب العالمية القول انتهت وبعد مساعد العرب الانجليز والفرنسيين ان هما يسقطوا الدولة العثمانية على امل انهم اليعني يتحرروا من التبعية للدولة العثمانية اكتشفوا ان الدور بقى عليهم واكتشفوا انهم في الاصل كانوا بيساعدوا الانجليز والفرنسوين على انهم يحلوا محل العثمانيين مع الفارق طبعا الدولة اللي رفعت راية الاسلام لفترة تتجاوز التمنمائة سنة تقريبا وان اتفقنا او اختلفنا على الفترات الزمنية اللي كان بتعيشها الدولة العثمانية من الصعود والهبوط الا انها في الاول والاخر معاك في نفس المعسكر بس دلوقتي سقطت الدولة العثمانية وبقى العرب في انتظار ان هما يتقلهم انتوا هتبقوا تحت اي حكم وتحت اي سيادة وحاجة في منتهى المهنة والزول الحية ولو عدنا على التاريخ العربي والاسلامي كله مش هنلاقي حدث تاريخي مخزي ومهين اكتر من وضع الدول العربية والاسلامية بعد سقوط الدولة العثمانية انجلترا وفرنسا حلفاء على الورق بس حلفاء مصالح مش اكتر وده اللي كان واضح يمكن من قبل الحرب العالمية الاولى ويمكن بسبب التاريخ الطويل من الحروب التاريخية ما بينهم لكن بعد الحرب وبعد ما الاتنين طلعوا منتصرين وكان واضح قوي ما بينهم ان كل دول عاوزة تستحوز على اكبر قدر من الغنائم والمكاسب والاراضي وتدي للتانية كتف ومن هنا بعد ما اسقطوا الدولة العثمانية جيه وقت النزاع على التركة ما شافوهم شو هما بيسرقوا وشافوهم هما بتخنقوا بس عشان سياسة الامر الواقع كانت فرضة نفسها بشكل كبير الصراع ده ما وصلش لانهما يعادوا بعض بشكل علني بس كانوا اشبه بتعلبين بيتخنقوا على فريسة واحدة وكل واحد فيهم بيشد من ناحية وهو ضرب نابو في الفريسة نفسها مش في التعلب التاني بس استمر الحال بين الفرنساوين والانجليز على ان يكون خناء دايم ومستمر على مناطق السروة والسيطرة والنفوذ والموارد اللي هي مناطق الشرق الاوسط والخليج العربي الامر الواقع كان بيقول ان مصر تحت سيطرة الانجليز فهي مش محل انزاع ومع مصر هيضموا الاردن والعراق عشان الاسطول الانجليزي يكون له نصيب في خليج العقبة والسويس والخليج العربي اما سوريا ولبنان والسواحل الشرقية من البحر المتوسط دي المناطق اللي استثمرت فيها فرنسا بشكل كبير وعندها علاقات قوية فيها مع الاقليات المسيحية هناك فسابتها بريطانيا لفرنسا وبكل خباسة تسيب بريطانيا الموصل كمان في العراق لفرنسا عشان تعمل خط طولي فرنسي كحاجز بينها وبين الروس وتبعد ممتلكاتها وارضيها عن اي اخطار واتفقت فرنسا وبريطانيا على ان هم يسيبوا صحراء الحجاز والربع الخالي للعرب خصوصا انها مناطق فقيرة ما فيهاش موارد ولا زراعة وبالنسبة لهم ملاش اي فايدة وطبعا ما كانوش لسه اكتشفوا البترول وكده ما يبقاش فيه خلاف واضح غير على منطقة واحدة بس وهي القدس الفرنساويين كان صعبان عليهم يسيبوا ساحل كبير زي الساحل الفلسطيني على البحر المتوسط لكن سياسة الامر الواقع ادخلت للمرة تانية بس لصالح الانجليز المرة دي لان فلسطين بالفعل كان فيها قوات انجليزية والقدس بالكامل تحت سيطرة الانجليز ولكن مع ذلك اصر الاثنين على اشتراكهم في النفوذ داخل فلسطين فرنسا ما كانتش عاوزة سيب انجلترا تضم كل الاراضي دي الوحدة خصوصا انها بتعتبر نفسها شريكة مع الانجليز في قناة سويس يعني هي كمان محتاجة كلها نفوذ قريب منها وما فيش اقرب من السواحل الفلسطيني تخيل ان كل التأسيمات والاتفاقات دي ما كانتش لسه متحددة على الارض لان العرب كانوا لسه موهمين ان هما اتحرروا بالفعل من الدولة العثمانية بعد الحرب بس اللي حصل ان الجيش الانجليزي اللي كان متمركز في القدس اتحرك ناحية الارضن والعراق عشان يفرط سيطرته على الارض والجيش الفرنسي اللي كان متمركز على السواحل اللبنانية يتحرك ناحية سوريا عشان يرسم حدود جديدة مع بقايا الدولة العثمانية ويحط منطقة شرق البحر المتوسط للموصل في العراق منطقة تخضع للسيطرة الفرنسية ويتفاجئ الشعب السوري باخبار تحرك الجيش الفرنسي باتجاه دمشق فيقرر السوريين ان هما يخرجوا يوقفوا الجيش ده ويدفعوا عن ارضهم باي شكل من الاشكال وباي طريقة حتى لو مش مسلحين ولا متضربين بشكل نظامي كأنهم دخلين حرب فدائية معروف نتائجها من قبل ما يدخلوها وبالفعل يستشهد الاف السوريين في معركة مايسيلون قدام الجيش الفرنسي اللي قضى على الجيش السوري تماما عشان يدخل دمشق سنة 1920 ويأسس ولاية جديدة تابعة للجيش الفرنسي ويتم الاعتراف بالانتداب الفرنسي على سوريا من عصبة الامم سنة 1922 الاطمع والاحلام الفرنسية في سوريا ما كان لها حدود لدرجة ان الفرنسوين استثمروا في سوريا اكتر ما استثمروا في الحرب العالمية ضد المانيا كان واضح لهم ان البلد المتخن بالسروات والخيرات دي كلها هيعوض الخسائر الفرنسية في الحرب واكتر وبشكل مضاعف كمان اللوبي الاستعمار الفرنسي كان بيأسس الاستثمارات ضخمة في الارض السورية كأنه مش ناوي سيبها ابدا بداية من ميناء بيروت اللي بناه وخط السكة الحديد اللي من بيروت لدمشق مرورا بحوران وتوسعوا كمان في خطوط السكة الحديدية اللي تربط كل سوريا ببعض واعتبروا سوريا هي المقاطعة الصناعية اللي هيقدروا من خلالها يصنعوا فيها كل حاجة ويوصلوا منتجاتهم لأي حتة في العالم زي ما حصل في مجال التابغي مثلا سوريا كانت بنسبة لهم البلد المتكامل من الزراعة اللي كان السوريين شاطرين فيها والصناعة اللي أسسها الفرنسيين على أراضيها والتجارة كونها على خريطة الحركة التجارية العالمية هتلاقي فين مستعمرة كل الموصفات دي السيطرة على سوريا كانت شبيهة بشكل كبير بالسيطرة على لبنان قرب الأقلية المسيحية ليك وحسسهم بالأمان وحسسهم إنك جاي عشان تحميهم وتحمي مقدساتهم هتلاقيهم اتطوعوا في خدمتك بشكل تلقائي وتنفسوا على رضاك كمان فكانت فرنسا بتحاول تروج إنها جاية تحمي المجتمعات المسيحية الضعيفة في لبنان وسوريا وتظهر إنها الأب الروحي للكاثوليكية المسيحية زي ما كانت روسيا بتعتبر نفسها حامل حمة للمسيحية الأرثوزكسية بس في الحقيقة الاتنين كانوا أشبه بشعارات الحروب الصليبية اللي لكان هميمهم دين ولا حاجة هم كانوا طمعانين في شوية السروات والأراضي اللي بيملكها شوية الرعاع الهمج المتخلفين دول وبفكرة بسيطة زي دي قدر الفرنساوين يحاولوا أنظار الأغلبية السورية السنية من مقاومة المحتل لمجرد طلب المساواة مع الامتيازات اللي واخدها الأقلية المسيحية بالرغم من أن عصبة الأمم فرضت قيود كتيرة على فرنسا في فترة الانتداب إلا أنها كانت غير ملزمة أبدا وتعامل الفرنساوين مع سوريا زي ما تعاملوا مع المغرب العربي ورغم أن الوضع في سوريا كان مختلف كتير خصوصا أن الاتجاه القاوم في سوريا كان قوي ولسه بيقاوم الفكر الاستعماري إلا أن المحتل الفرنسي كان بيحاول يقدم نفسه على أنه أحسن من الدولة العثمانية هو كان متخيل أن البلاد ما تستحقش أنها تحكم نفسها بنفسها لازم حد يحكمها عشان يدير صرواتها اللي لو تثابت للهامك دول هيضيعوها ونحسم الدولة العثمانية بكتير حتى شوفوا التجارة والصناعة اللي اصدهر إحنا كمان علمناكم اللغة الفرنسية وبانينا مدارس تنشر ثقافتنا وأفكارنا بدل ثقافتكم وأفكاركم شفتوا الاحتلال حلو إزاي؟ بالنسبة للاتجاه القاوم السوري ما كانش فيه فرق بين الفرنسيين والعثمانيين اللي اتنين بالنسبة لهم بيقمعوا الهوية السورية وبيحاولوا يلغوا معالم الدولة والتاريخ والحضارة المرتبطين بالشعب السوري وجود الفرنسيين أو العثمانيين معناه عدم اعتراف العالم بسوريا كبلد حر له سيادة على نفسه وشعبه يحكم نفسه بنفسه لكن الفرق بين العثمانيين والفرنسيين زي ما قلنا قبل كده كان إن على الأقل فيه توافق أكتر بين العثمانيين والسوريين وتواجد العثمانيين في سوريا كان أقرب للحلف جزء من كل والجزء والكل بيخدموا نفس القضية ونفس المعتقدات والأفكار عكس المحتل الفرنسي اللي هو دخيل وجوده أصلا غير شرعي ومالوش أي حجة ولا سبب في التواجد على الأراضي السورية غير سرقة سروات البلد واستغلالها وكل ده لصالح فرنسا بس بغض النظر عن مصالح الشعب السوري وكان فيه مشكلة أكبر من الاستعمار عند القومين السوريين وده يعتبر فرق جديد بين التواجد العثماني والاحتلال الفرنسي ألا هو ضياع الهوية السورية تحت الحكم العثماني كان السوري اللي عايش في دمشق يقدر يروح القدس بسهولة محدش يقدر يقوله رايح فين ولا جاي منين ولا محتاج حتى يقوله هو منين ولا دين وإيه حركة السوريين داخل حدود سوريا الكبرى تحت الحكم العثماني كانت مفتوحة الشام وحلب ولبنان والقدس والأردن والعراق كلها مناطق متاحة ومفتوحة للسوري تجارته في أمان رحلاته مرحب بيها ممتلكاته محفوظة ضمن الحدود الكبيرة دي أما بعد الحدود التعسفية اللي رسمتها بريطانيا وفرنسا بعد الاحتلال وكمان اعتماد فرنسا على الاستقطاب والتفريق بين الطواف السورية المختلفة بقى مهم بين السوريين وبعضهم يعرفوا هو أنت مسلم ولا مسيح أنت مع الاحتلال ومستفيد من امتيازاته ولا ضد الاحتلال ومع الهوية السورية القدس والأردن بقوا مقفولين في وش السوريين وحركة تجارتهم بقت مقيدة باللي يسمح به الاحتلال الفرنسي أما من الناحية الاجتماعية فبعض السوريين المقربين للاحتلال بقوا بيكلموا فرنساوي ويعلموا ولادهم يكلموا فرنساوي وبعد الحدود ما ترسمت بقى فيه أقلية بتتكلم تركي في بعض المناطق السورية من بقايا تواجد العثماني ده غير الأكراد اللي لقوا نفسهم مزنوقين بين الحدود اللي رسمتها فرنسا وبين الحدود اللي رسمتها تركيا بعد سقوط الخلافة وبكرة الهوية السورية بقت في خطر أغلبية سنية بتتهم الأقليات بالخيانة والمولاة وحدود بين المدن سببت خسائر ومعاناة اقتصادية ولغة بقت متغيرة من مكان التاني وسقافة داخيلة بتحاول تطبع وجود الاحتلال هتقول لي طب ازاي الفرنساوين قدروا يعملوا كل ده يعني ازاي نجحوا في ان هم يخلقوا كل الاختلافات دي ويسيطروا على البلد بالشكل ده الإجابة من كلمتين فرق تسود دي كان السياسة القوى الاستعمارية بشكل عام في أي مستعمرة أو أرض يحتلوها فرنسا استخدمت السياسة دي في احتلالها للمغرب العرب وطبعا السياسة دي كانت أسهل لاعتماد دول المغرب العربي بشكل كبير على العصبيات القابلية لكن في سوريا الموضوع أخذ منحنة أخطر وهو العصبيات الطائفية والاجتماعية لما كانت لبنان جزء من سوريا في الفترة دي لاحظ الفرنساوين استجابة أهل لبنان للثقافة الفرنسية في شكل أكبر وأسرع فتعمدوا ان هم يفصلوا لبنان عن أي منطقة تانية ويفرقوا أهلها في المعاملة عن باقي السوريين ويدهم حكم ذاتي وده خلق استعداد عن دباقي المناطق في سوريا إن هم يتقسموا أكتر ناس بيتعاوزة تتعامل زي لبنان وتأيد لانتداب الفرنسي وتدعمه وناس لا في أغلبية سنية بالكامل رفضة لانتداب وبتقاوم تواجد المحتل الفرنسي قسمهم أغنية وفقرة زود الامتيازات للأغنية ودي أكتر على الفقرة الأغنية كمان قسمهم الأغنية صرواتهم معتمدة على التعامل مع المحتل الفرنسي وأغنية صرواتهم بتزيد بشكل مستقل بعيد عن الاحتلال عشان اللي هيبقى معنا هنغنيه أكتر واكتر لأنه بيتعامل معنا وبيعترف بينا واللي هيوجع دماغنا عن الاستقلال والحرية والقومية والكلام ده هنخليه يجي يركع تحت رجلنا يتحايل علينا عشان يتعامل معنا ووقتها هنخليه عبرة للناس كلها اللادئية اتقفلت على العلويين والاسكندرون اللي كانت لسه جزء من سوريا اتعزل فيها الأتراك وأي حد بيتكلم تركي وجابة للدروز للدروز وتم تقسيم المسلمين السنة بين حلب ودمشق وشعلالة الفتنة بين أهل حلب وأهل دمشق عشان يكرهوا بعض ويعادوا بعض وده بالمناسبة لسه موجود لحد النهاردة بشكل أو بآخر وفوق كل ده اهتم الفرنسيوين بالعلوين رغم أنهم أقلية وخصصوا لهم امتيازات كبيرة ما كانتش متاحة لهم أبدا زي الانضمام للجيش أو حصص الحبوب الزراعية أو تخفيض الضرايب وغيره وغيره وده بالنسبة لطايفة كانت طول عمرها متهضة ومنبوذة اجتماعيا من قبل الاحتلال كونها أقلية علوية ضمن أقلية شيعية وسط أغلبية سنية كان ده تحول اجتماعي ضخم وأثره أكبر من أنه يعد فترة ويروح في الوقت اللي كان أغلب السوريين بيعتبروا الانضمام للجيش السوري لتحت إشراف المستعمر الفرنسي خيانة وزل وعر ومنهم اللي كان بيزخر من الانضمام للجيش كانت الأقلية العلوية بتزيد وبتترقى كل يوم وبتسيطر على مفاصل الجيش السوري واستمر الحال حتى بعد الاستقلال وفضل العلويين مسيطرين على الجيش رغم أنهم أقلية وبانت أسويتهم على كل الأطياف والطوايف اللي حواليهم بعد ما تمكنهم السلطة واستخدموها عشان ينتقموا من الأغلبية اللي كانت بتحتقرهم وبتهمشهم ولو رجعنا بالزمن في الوقت اللي كان بيسيطر فيه العلويين على الجيش بإشراف الاحتلال الفرنسي كان القومين السوريين بيسيطروا على المدارس والجامعات والتعليم بشكل عام كانوا صاحب يعادوا الفرنسيين وبيقوموا الاحتلال نظريا وفكريا ولكن على الأرض ما كانش لهم أثر واحد يقدروا من خلاله يكونوا مركز قوة أو أداة للتأثير ولو على المدى البعيد في الوقت اللي كان الاحتلال الفرنسي بيخطط إنه يستفيد من العلويين لسنين حتى بعد ما يزهقوا يسيبوا البلد يسيبوا وراهم ناس يدينوا ليهم بالفضل وعندهم استعداد يعملوا أي حاجة عشان يرضوهم ويردوا جميلهم هتسألني طب كان إيه أثر السياسات دي كلها على الشعب السوري وقتها هل القومين السوريين نجحوا على الأقل إن هم يحفظوا على الهوية السورية هل نجحوا إن هم يقوموا كل التغيير اللي بيحصل بالقوة بمجرد الإنكار وعدم الاعتراف بالاحتلال ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية إن شاء الله ونشوفكم على خير